دلوقتي هنروح للصحف العالمية علشان نتابع آخر الأخبار قبل انطلاق الجوالات القديمة زي ما حضرتكم عارفين أن الأسبوع الماضي كان فيه مواجهتين مواجهات يوم السبت والحد ومواجهات يوم الثلاث والأربع والخميس في كل الدوريات وده بيكون تعويضا عن الأيام اللي بيكون فيها مباريات للكأس أو لدوري الأبطال هنروح معاكم والبداية من ماركة الأسبانية وهنشوف كاتبة إيه ماركة الأسبانية كلمت عن تألق النجمة نرويجي أشاب مارتين أوديجارد لاعب ريال سوسيداد المعار من ريال مادريد والريال مادريد مبسوط جدا بعد تألق اللاعب مع فريق ريال سوسيداد هذا الموسم كمان اتكلمت الصحيفة عن عقوبة باشتونة بسبب التعاخد مع جريزمان وكتبت 300 يورو وهي ما تبقى كمان الكلام على دوربي مادريد وصراع الرقم سبعة ما بين هازرد وجواو فاليكس وأكيد ريمونتادت إبار ضد أشبلية وتعادل سيل تافيجو في الوقت القاتل أمام إسبانيول وتبعت أيضا تصريحات جودين علشان مش هيكون موجود في الدوربي اللي هيكون ما بين أتلاتكو والريال مدافع انتر الحالي والسابق لأتلاتكو مديد واللي قال وده عن سيميوني وإنه كان مدارب عطفية نروح لسبورت الأسبانية وركزت الصحيفة الأسبانية على المهاجمة الإرجواني لويس وارز واللي بيعيش فترة ليست الجيدة في باشتونة ومستوها متراجع كمان تواجد نمار في باشتونة وكتبت وقالت على وجود نمار أن نمار في باشتونة لمواجهة قضائية مع الفريق وكمين اتكلمت على موضوع مهم جدا جدا يخص النجم أشاب أنسو فاتي وقالت أن الاتحاد الأسباني يفتح خيطا لباشتونة ويمكن فاتي من لعب الكلاسيكو ده بسبب أنه هيتم تغيير الخطة بعدم إشراك فاتي مع منتخب 21 علشان يكون موجود معه بدل منتخب النشئين اللي يكون موجود في بطول الكأس العالم لو فاتي موجود في اختيارات المنتخب الأسباني لبطول الكأس العالم بعد ما تم اختياره هو كمان للجنسة الأسبانية مش هيكون موجود في لقاء الكلاسيكو اللي هيكلع بيوم 26 أكتوبر القادم ساعة واحدة الظهر نروح لمندو ديبروتيف الأسبانية ونشوف كتبة ايه تكلمت على فابيان نجم نابلي أحسن لاعب في أمم أوروبا تحت 21 عام وقالت أن باشتونة قريب جدا للتعاقد مع اللاعب كمان اتكلمت على دوربي مدريد وكتبت عليه أتلاتكو مدريد يستعيد التفاقل وزيدان يرتاح بالمدورة وكمان اتكلمت أيضا عن وجود نمار في باشتونة في مواجهة قضائية ضد نادي باشتونة نروح لأس الأسبانية ونشوف كمان كتبت ايه عن دوربي مدريد اللي مفروض يتلعب بكرة إن شاء الله أخدت بعض التصريحات لكوكي قائد أتلاتكو مدريد واللي قال حان الوقت الفوز على ريال مدريد في واندا متروبوليتانو وكمان اتكلمت عن ريال مدريد وزيدان وكتبت زيدان يستعيد فريقه الأول وكمان نتائج مباراة الدور الأسباني اللي قلت حضراتكم عليها من خلال النتائج والجداول وكمان عن المواجهات اللي تمت في صحيفة ماركا اللي كتبتها نروح لإنجلترا ونشوف الصحافة الإنجليزية كتبئية عن المواجهات القادمة والبداية من صن الإنجليزية والكلام على بول بوكبا اللاعب الفرنسي اليائس هي كتبت فين فول طبعا زي ما حضراتكم شايفين فالفرنسي بول بوكبا اليائس في منشستر ينايتد وكتبت أن بوكبا يائس أكتر من أي وقت عد عليه ويستعجل خروجه من منشستر ينايتد وكمان اتكلمت وهتمت بأزمة توتنهام وتصريحات المدرر موريسيو بوكتينيو واللي قال نعم أنا أعيني لكن سأقاتل من أجل توتنهام أنا أعتقد أن أيام بوكتينيو بقت معدودة مع توتنهام أو موسمو بقت معدودة مع الفريق الإنجليزي نروح للكيب الفرنسية نشوف كتبت إيه كتبت نهائي أو نصف نهائي أمم أوروبا للكرة الطائرة واللي جمع ما بين المنتخب الفرنسي ومنتخب سربيا وتكلمت كمان عن وفاة الرئيس السابق أو وفاة الرئيس السابق لفرنسا جاك شراك وكتبت الرئيس الذي كان يحب الرياضيين ما حدش أبدا كان ينسى منظر جاك شراك في نهائي 98 واللي فازت فيه منتخب فرنسا على البرازيل 3-0 وهدفين لزيدان وهدف لإيمان والبيتي وكان حبه وعشقه لمنتخب فرنسا والرياضة والكورة بشكل عام نروح لإيطاليا ونشوف ما حضركم في إيطاليا عشان ناخد الجولة كلها توتو سبورت الإيطالية وأكيد فوس تورينو على ميلان هو اللي كان محل أنظار وكلام كل الصحف اللي موجودة في إيطاليا هدفين لبيلاتي وكتبت الجريدة بيلاتي أنت تورينو وكمان اتكلمت على فول بوكبا وإمكانية انتقاله لليال يوفانتوس في صفقة قد تشمل رحيل منزو كيتش لمانشستر يونيتد وكتبت كمان أخطبوط الشتاء تتكلم على أنطوني كونتي مدرب انتر ميلان ووصفت كونتي أو قالت أن كونتي حق رقم قياسي كوريرو دولسبورت الإيطالية آخر صحيفة موجودة معنا في إيطاليا وفي فقرة الصحف العالمية طبعا الصحيفة تمت بهزيمة ميلان أمام تورينو مبارح اتنين واحد في الدورية الإيطالية وتقلق بيلاتي واللي سجل الهدفين وكمان اتكلمت عن انتر ميلان تحت قيادة كونتي واللي فاس في كل اللقاءات ويستعد الموقعات يوم 6 أكتوبر أمام يوفانتوس بهدف تحقيق الفوز على ساري وكمان اتكلمت على قرار خود باي ميلان بناء ملعب جديد في المدينة يعود الملعب الحالي سانسيرو ودي كده موضوع هنبقى نتكلم عليه ونوضحه لحضراتكم وبكده يكون خلصنا مع حضراتكم فقرة الصحف العالمية علشان نكون تابعنا على قد ما نقدر كل اللي بيدور في الصحف العالمية قبل مواجهات بكرة في الدوريات الكبرى اشتركوا في القناة